وجه رئيس عبد الفتاح السيسي ببداية إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد واللواء السيد غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء واللواء طبيب أعيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة وقد وجه السيد الرئيس ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال وذلك لدعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعي كما وجه سيادته كذلك بالتوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للأكواد العالمية في هذا المجال وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر وذلك وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية حيث تم عرض نتائج الاتصالات التي تمت مع مختلف الشركات العالمية فضلا عن الزيارات الميدانية الخارجية للاطلاع على أحدث الإمكانات في هذا المجال سعيا نحو إقامة المجمع من خلال محاور عدة رئيسية أهمها إنتاج مكونات عالية الجودة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعزيز البحث العلمي والتطوير أخذا في الاعتبار أن المجمع من المقرر أن يشتمل على مجموعة من المصانع المتخصصة في إنتاج مكونات الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل والجبائر والمواد سابقة التصنيع والكراسي المتحركة ومساعدات الحركة والأحذية الطبية ومنتجات السيليكون وقد وجه السيد الرئيس بالاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بأعداد المستفيدين وحجم الطلب المحلي وكذلك بحث فرص إشراك القطاع الخاص المصري من زاوي الخبرة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر